أبدأ معك سيد نينتو جام ما الفراغات السياسية والاقتصادية التي ممكن للهند أن تملأها في المنطقة العربية شكرا جزيلا في البداية أود أن أعرف عن امتناني العميقة لكم ولضيوفكم وللمشاهدين للحديث عن هذا الموضوع الهام للغاية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية للهند في الشرق الأوسط في الوقت الحالي إذا ما نظرنا إلى هذا التوجه لدى بعض البلدان وتحديدا دول الخليج دول مجلس التعاون الخلاجي هناك تغييرات سريعة في الطريقة المتبعة للتعامل مع هذه الدول من قبل كانت العلاقات وكان التعاون موجه نحو النفط والطاقة والتحويلات التي تأتي إلى بلداننا من خلال المجتمع المغتربة هناك في دول الشرق الأوسط لكن خلال الأعوام السبع أو الثمانية الأخيرة تقريبا أصبحت ديناميات العلاقات متغيرة وتعاملنا أكثر بشكل يتجاوز نطاق الطاقة حيث هناك تعاون في الأمن والدفاع والتكنولوجيا وفي نفس الوقت نحن أيضا على حقيقة ونحتاج إلى مزيد من التعاون لتعزيز العلاقات المشتركة في المنطقة هذه التغيرات في العلاقات مع دول الشرق الأوسط تأتي في ظل هذه التغيرات المتسارعة مع دولة مثل الصين حيث لديها استراتيجية متسارعة أيضا خلال السنوات الأخيرة وخلال المقدمة كان هناك حديث عن مزيد من المنافسة بين البلدين ومنافسة بين دول الأسيوية في منطقة الشرق الأوسط ومتعلق بالتجارة بشأن الطاقة والشراكات المختلفة بعيدا عن النفط والطاقة وسيكون هناك مزيد من التوضيح لاحقا